طيب بسم الله الصلاة والسلام على الشهر المسليين سيدنا محمد وعلى صاحب الأجمعين طول العام أنتم بخير والله يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح العمال يا رب ويجعلوا الشهر الفضيل وتذب لنا أجمعين في هذا الشهر الفضيل نحن بصراحة جزء من نحن نتبر عبادة نشر العبادة جزء من نوع العبادة وإن شاء الله بإذن الله ربي يتقبل ويجعلوا في ميزان حسناتنا وحسناتكم أيضاً من الحضور ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً مع الدكتور نحن مع الدكتور محمد اللي حيكون لقائك إن شاء الله في الشهر الفضيل 11.30 أرتينينا بصراحة من قبل الشهر كيف ما يبدأ متى التراويح اخترنا الوقت تقيباً لوحد جالس يشعر شاهي زي وضع الحالي يعني يشعر شاهي كده بيرورك شوية فأرتينينا هذا الوقت الأنسب لكن إذا في أي بتراحات نحن نحن نتبع لأي اختيارات أو ملاحظات أخرى أنا عاد بعملها بالنهار كمان يعني ما في مشكلة أن نعملها كده بعد الظهر أو قبل العصر ممكن كمان إذا حبي نحن نتلم عنها في تويتر إن شاء الله بإذن الله راح نعلن ما شاء الله فيها هتكتب شي جميل راح نعلن إن شاء الله بإذن الله عن كل محاضرة ويحدكون المحاضرات غالباً الإعلان هيكون في اللي هو في تويتر في حساب تويتر الاسم الفروسات البكترية فهذاك الحساب حيكون هو الحساب المرجعي لنا الاثنين فلا شي واحد بحساب الشخصي بحس إن يكون الحساب مشترك طيب نبدأ اليوم اليوم هيكون الله أعطيكم العافية طيب عشان نتكلم بداية من البكترفيج وكيف بدأ البكترفيج وشهو البكترفيج وليش هو مهم البكترفيج وليش في ناس تقول إن البكترفيج أصلاً شي قديم لكن الآن الناس بتفك الغبر على قولهم السلاح القديم وبتخرجوا الآن عشان نرجع نستخدم وليش هو بقفوا استخدام البكترفيج إذا كانوا شي قديم ومفيد وليش هو وقف استخدامه فهذه كلها تساؤلات اليوم بإذن الله حنجاوب عنها نبدأ أول شي إنه اكتشاف البنسلم اكتشاف البنسلم كان 1928 وكلنا عارفين والأغلب يعرف إنه أليكسندر فيلمينغ هو أول ما اقترح من الفطر عفنا البنسليوم يجب أن يحتوي على مادة مضادة البكتريا كيف؟ وراح يجعز ماشي؟ ساب بعض الأطواق عنده في الفطر البنسليوم تاتنوم أو حاجة زي كي اسمه اسم الفطر نفس الشي بنيسليوم تاتنوم والله أعلم فممكن نكتب اللي اسم المزبوط في الحلقة فراح يجعزة رجع من يجعزة لقى منتشر الفطر هذي في الأطواق الباقي اللي عنده ولقى في نفس الوقت إنه قتل البكتيريا الموجودة كانت على الأطواق وعلى البرث اللي عنده فقال لا فيه فيه شي في البكتيريا هذه أو في الفطر هذا بيكتر البكتيريا لوف عامل قتل البكتيريا فسمع بنيسليوم وبدأ اشتغل عليه كان أول شيء أول شيء كان يسموه مولد جوس اللي هو عصير الفطريات أو حاجة زي كده بس خلاص الاسم ريمي المركب اللي سموه في الأخيه من اسم الفطر اللي هو بنيسليوم أكتشف البنيسليوم وبدأوا خاصة مع ديك الفترة كانت الحرب العالمية فكان بصراحة البنيسليوم وأنا أعيد في كل حلقة أقول على الشيء إنه أعظم اكتشاف بالنسبالي أنا بالمشترى الشخصي هو البنيسليوم على مستوى التي تأخذ بشيء كله أنقذنا ويعني خلى حياتنا أسهل بصراحة خلى الأطواق يقدر عالجوا الجروح يقدر عالجوا الالتهابات التي تجينا خارجية داخلية كلها عن طريق المضادرة الحيوية واللي بدايتها كانت البنيسليوم أيه 1915 نشوف نحن قلنا أول شيء 1928 كانت البنيسليوم الآن في 1915 لو نرجع كمان قيمة 7 سنين قبل اكتشارة البنيسليوم العالم توارت كان هو عالم فيروسات كان بيحاول ينمي فيروس المكونة الأساسية اللي قاح الجديد اللي هو باكسينيا طيب في أطواق الأقايا وبدلا من الحصول على الفيروس كانت يتلوث الأطواق بالبكتير وبيحاول يشوف بيجيب الفيروس بيلاقي إنه البكتيريا اللي بتنمي عليها على رقم إنه ما طلعت معا النتائج اللي بغالها كانت تبع لوجود مناطق شفافة في الطبق زي ما حيش عايفين بالصور هنا مناطق الشفافة هذي هذي عبارة عن اللي هي زونة 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 منطقة التحلل منطقة تكسر البكتيريا في المكان هذا وهادي كانت يعني هادي هي الفيتشر المميزة والخاصية المميزة لوجود البكتيريا فيج لو لقيت هذا الشيء فأنتا موست يعني برببلي يوهاب فيج احتمال كبير عندك بكتيريا فيج في الطبق علش زي ما ذكريني انه عندك بكتيريا فيج ممكن رح السلايدة اللي بعد وزي ما ذكريني انه ما كان عارف انه عنده الكنز اللي فيده بصراحة اللي بعد يعني لاحظ الشيء هذا وسكت ما تكلم عنه وقال أوكي ممكن فيه شيء وما اهتم كثير بالموضوع لكن بعد عامين طلع العالم الكندي الفرنسي اللي هو دي هيرل واللي دائما نحن نتكلم عنه دائما نقول انه هو مترفيج عنها بالظلط ونشر نتائجه ماتلة نلقى اشياء مشابهة لهذا الشيء وبدأ نتكلم عنه وبدأ نشرها فمنجر ما نشرها كان هو اللي اللي حريص على هذا الشيء وانه شيء مهم ومفيد في المستقبل فبحكم انه اللغة الدارجة في ديك الفترة اللغة العلمية الدارجة كانت اللي هي اللغة اللاتينية طيبا اللغة اللاتينية فاسمية هذا الشيء ب آكل البكترية آكل البكترية اللي هو البكتريو فيج فيج يعني آكل فمن هين طلع المسمى لبكتريو فيج وهادي نبزة بسيطة عن بداية البكتريو فيج وكيف تشيف البكتريو فيج من البداية وكيف سمي البكتريو فيج من المثال. عنده تارجت آخر فلما شاف التحلل للبكتيريا ما ركز عليه قال ممكن تكون هذي إنزايم صلعتها البكتيريا ممكن تكون حاجة ثانية بس ما ركز على موضوع انه ممكن يكون فيروس وبيكتل البكتيريا فمشى الموضوع جاء ديهيرل وبعدين قال انه لا فيه أيجنت يعني غريب له علاقة في البكتيريا وبيحلل البكتيريا بس احنا نبغى نوريكم حاجة هنا زي ما تكلم الدكتور محمد عن تقديم البنسلن لما اكتشفوه هنا هذي الشريحة كمان موجودة عندنا على التويتر في الحساب نعطيكم الحساب بعد شوي لما شفت لما صار تقديم البنسلن في المجتمع العلمي عام 1942 شايفين اللي باللون الأصفر هذي هذي كانت كلها من وقت ما بدأ اكتشاف البكتيروفيج واستخدامه دخلوه في استخدامات كثيرة في علاج الكوليرا والزحار والطاعون قالوا ان البكتيريا معرضة لانها تصاب بمستضيف فيروسي بعدين قالوا لا التحلل هذا ممكن تكون مخمرات بعدين قالوا انه لاحظوا التحلل مضاد بكتيري كمطهر في مياه الأنهار ضد الكوليرا بعدين قالوا لا هي محللة البكتيريا ممكن تكون طبيعة انزيمية يعني لسه ما قال انه هو فيروس فكان في عندنا هنا اتدرج في الملاحظة كانوا بيلاحظوا هذه الأشياء اللي بتصير بس ما حتسمها باسمها للفعل انه هو فيروس بيكتر البكتيريا فهذه النقطة اللي انا بغاكم تركزوا عليها في موضوع اللقاء اليوم كله الملاحظة والصدفة وهذا الشي اللي احنا بنعيشه في اللاب اللي احنا موجود معانا في المحتوى العلمي بيصير معانا بهذه الطريقة ما في سؤال ينسأل هم عارفين اجابته من قبل دائما بيسأل السؤال بيروح لللاب بيسووا التجارب بيطلع شي صدفة معاهم والعالم الشاطر اللي انا بقول شاطر هو اللي بيخلي عينوا على هذه الأشياء التغيرات البسيطة اللي بتصير زي ما قلنا تورت شاف الشي حصل بس مشى دي هيرل شافه قال لا نوقف اكيد فيه شي يعني هنا مميز فبس حبيت اقول لكم قبل لا يعرفوا يسموا البكتيروفيش باسمه الفعل ان فيروس بيكتر البكتيرية كف كانت قبل كانوا مجرد ملاحظات بيعطوا ملاحظة على الثانية على الثالثة وبعدين لما قدموا البنسلين واكتشفوا موضوع المضادات الحيوية بتشوفوا هنا بدأ النزول استخدام البكتيروفيش وارتفع معدل استخدام المضادات الحيوية وهي ياخد لك مضادات حيوية طبيعية ومضادات حيوية مصنعة في اللاب سينتفك وبدأ الاستخدام مضادات الحيوية واستهلاكها في الزراعة واللايف استقل الإنسان وغيره بعدين هنا بدأ يطلع موضوع البكتيروفيش يرجع ورجعه ومن هنا بدأ يرجع الآن لأنه المضادات الحيوية بدأت البكتيريا بتطور مقاومة ضدها فهذه بس كده رفيو وريكاب سريع عندنا حسابنا على تويتر الفيروسات البكتيرية هذا الحساب بتلاقوا كل الأشياء اللي أنا حكيتكم عنها اللي هي الهيسوري حق البكتيروفيش باكتشافه في ثريت في المثبتة تغريدة المثبتة تلاقوا فيها كل شي مكتوب بالتفصيل بالصور اللي انتم شايفينها كمان اللي شفتوها لسه الشعر اللي وريتكم هو وندخل على لقاء اليوم بالتفصيل بس بشكل مختصر أنا شايفة في ناس جدد عندنا اليوم دورة حياة الفيروسات البكتيرية زي ما قال لكم دكتور محمد في دورة اندماجية وفي دورة محللة دائما كل الدورتين تبدأ لما البكتيروفيش بيجي وبيلتصق بسطح الخلية البكتيرية عن طريق مستقبلات وبيحقن الحفظ النووي تبعه في داخل الخلية البكتيرية إذا كان هذا البكتيروفيش ضو طبيعة محللة يعني هو بيروح يكتل البكتيريا على طول يعني ما في عنده شغلة ثانية يسويها إلا أنه يكتل البكتيريا ويحللها فيستخد الديناء تبعه الحمض النووي تبعه بيستغل العمليات الحيوية والبروتينات الموجودة داخل الخلية البكتيرية وبيكون جزيئات نسخ كثيرة وبيكون جزيئات بكتيروفيجية كثيرة وبيطلق إنزيمات بتحلل الجدار الخلية البكتيرية من الداخل وبتطلق هذه الجزيئات وبتطلع بتروح بتسبب عدوة للخلية البكتيرية المجاورة ولكن إذا كان البكتيروفيج هذا البكتيروفيج اللي هنا تخصص دكتور محمد ولكن إذا كان البكتيروفيج بيحقل الحمض النووي الخاص به وبيندمج مع الكروموزوم تبع الخلية البكتيرية وهنا يصير اسمه بروفيج يعني بيصير اندماجي وبيتكاثر مع الخلية البكتيرية طالما هي تتكاثر بيتكاثر لا يكتلها ولا يسوي فيها أي شيء بس بيتكاثر بيتكاثر هذه اسمها الدورة الاندماجية هذا اللي أنا بدرس في مرحلة الدكتوراه اللي هي علاقة البكتيريوفيج بالعائل وهنا الفيج له القدرة بطريقة ما ولسبب ما يعني انه بيطور الدورة التحللية بعد ذلك يعني هو ما يظل اندماجي طوال بتصير ظروف مثلا لو احنا جينا اضفنا المضاد الحيوي ولا عرضنا البكتيريا لدرجة حرارة عالية ولا جبنا لها يوفي لايت على طول الفيج ما يعجب الشغل بسرعة يطلع بيحلل الخلية البكتيرية وبيطلع من الخلية البكتيرية في اللاب احنا نشوف هذه تفتكروا لما قال لكم دكتور محمد في عندنا في بقعة محللة لما ينمو هنا عندنا جواد الكليرينج زون واحدة من التفسيرات لهذه الكلونيز ان يكون الفيج دخل مع البكتيريا في الدورة الاندماجية وما عاد يحللها بعد كذا فينجو من عملية البكتيريا تنجو من عملية التحلل لوجود الفيج اندماجي بداخلها وتنمو في الكليرينج زون ولكن اذا كان الفيج محلل الخلية البكتيرية وخلاص هو بيكتر الخلية البكتيرية حنشوف هذه الكليرينج زون او بنسميها البلاكس هذه الفيج حلل البكتيريا خلاص وقتلها وهذه كده نستشهد فيها في اللاب فاحنا بنشوفها هنا لما يكون محلل وهنا لما بيكون اندماجي كده بنشوفها عشان كده لنرجع للنقطة الاساسية اللي قلناها قبل الفيج مو دائما يقتل البكتيريا لا أحيانا بيعيشت معيشة تكافلية معها أيضا دكتور محمد حاب تضيف أي ملاحظة على هذه المحيطة بالضبط ما شاء الله في اسم تاني وزي يقولون الاسوجينيك سايكل هذي يقولون الاسوجينيك فاجز طيب وفي لها اسم تاني الاسم التاني يمكن يقريب لنا الفكرة أكثر الاسوجينيك فاجز زي ما تقول مزاجي يعني أو حاجة زي كده هو مش أحيانا على كيفه وقدر ما أنه على الحسب البيئة المحيطة به فإحنا يكون فالول قابليا أنه يمشي على الدورتين على الدورة اللايزوجينيك اللي هي الاندماجية ويمشي على الدورة الليتك اللي هي المحللة كمان فإحنا الاسم هي تمبرت فاجز اللازم يكون في بالنا لأنه كتير من الفابرز بيكتب تمبرت فاجز وكمان الاسم التاني اللي لازم نعرفه كمان اللي هو زي ما البرفاج بالضبط كلمة ببرفاج هذي مهمة جدا نعرف ليش لما نلاقي أنه موجود عندنا ببرفاج لش يعني؟ يعني أنه الجينوم تبع الفاج موجود متدافع مع الجينوم تبع البكتيريا في نفس الوقت وهذه في براج معينة أو تولز أو أدوات بالبيرفروماتيكس نقدر نلاقيهم نحصل وبسيطة جدا جدا بسيطة بالضبط هو موقع نشوفه خلاصية سهلة عن العملية مش صعبة جدا بس نحن نعرف بالضبط يوم إن شاء الله بإذن الله نتحلم فيها إن شاء الله طيب طيب أنا شبولت لكم كل شيء بالصدفة وبالملاحظة وهذه من أحب الأشياء عندي موجودة في اللاب نحب أن نشوف الأشياء تطلع لنا الأشياء بالصدفة والملاحظة شيء يعني سؤال ما سألنا بطريقة ما بس طلع لنا شيء في اللاب واكتشفنا بسبب حاجة مرة رهيبة فهنا هذه عملية الترانسكشن طيب عملية الترانسكشن هي قدرة البكتيروفيج إنه ينقل المادة الوراثية من الخلايا البكتيرية من خلية بكتيرية إلى أخرى طبعا هما إيش كانوا يتعاملوا مع البكتيروفيج تم اكتشاف البكتيروفيج قلنا متى عام 1915 شيء زي كده أتخيلوا بعد أربعين سنة من اكتشاف الفيج اكتشفوا عملية الترانسكشن اللي هي عملية نقل الفيج للمادة الوراثية من خلية بكتيرية إلى أخرى مو بس كده هما اكتشفوا بس عملية النقل هما اكتشفوا لها أنواع أخرى إنه في فيج له قدرة الفيج هذا الحمض النووي تبع الفيج لما يحقنه داخل الخلية البكتيرية هو اللي باللون الأحمر في بعض الفيج جزيئات الفيج لها القدرة إنها بتنقل الجزء من الحمض النووي البكتيري وجزء من الحمض النووي الفيروسي تبحى أسمى بعدين قالوا إنه كمان لقينا بتقدر تنقل اللي هو بس تنقل الحمض النووي الخاص بالبكتيريا فقط وما في حمض النووي الخاص بالفيج نفسه بعدين تخيلوا إيش قالوا قالوا هذه العملية المفروض إنه الفيج ما ينقل المادة الوراثية البكتيرية معناتها هي تحدث صدفة وتحدث بشكل خاطئ إنه عمل الفيج عمل باكيجينج للمادة الوراثية حقية الدينا البكتيري صدفة خطأ خطأ صار مو شيء يعني من طبيعته يعني وهذه رجعت لكم على هذه النقطة بعدين عشان نقول لكم كيف تم إثبات النمو بالصدفة وإنه هذا شيء عملية تطورية ومن طبيعة الفيج سبحان الله فهم اكتشفوا هذا الموضوع بعد أربعين سنة من اكتشاف الفيج بعد أربعين سنة من استخدام الفيج كعلاج في حالات كثير وهذه تعتبر من الأشياء الحساسة جدا للفيج وخصائص الفيج ومعرفة خصائص الفيج كاستخدامه كعلاج في أنواع من الفيج يسألي لها القدرة إنها تسود الشيء ما نقدر نستخدمها كعلاج نهائيا لكن خلينا نرجع دعا حين نشوف كيف اكتشفوا الموضوع يعني نباري نتحمست في الحكاية طيب زي ما قلت لكم لما يكون Specialized Transaction هيكون عندي Phage DNA وبacterial DNA بس لما يكون Generalized Transaction هيكون فقط الفيج قادر على نقل البكتيريال DNA من خلية إلى أخرى نجي طريقة اكتشافها مين اللي دخل في الموضوع واكتشف الموضوع في الترانسكشن اكتشفوه لأول مرة عام 1952 بعد أربعين سنة من اكتشاف البكتيرو فيج Lederberg و Zender هما الاثنين دول اللي اكتشفوها هما كمان 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 اكتشفوها اكتشفوها بالصدفة طيب ليش أنا أعرف هذه المعلومة لأن رسالة الدكتوراه حقتي كلها الأربع سنوات عن عملية الترانسكشن في بكتيريا أنا فقط أدرس الترانسكشن أربع سنوات كاملة بأوراق علمية كاملة فقط أدرس هذه العملية الانتقال من خلية بكتيرية إلى أخرى سبحان الله شي عظيم وجبار طيب هما كتشفوا الموضوع هقول لكم دحين أنا لازم أشيل الويندو حقه إضافة الضيوف لأنه مغطي عليه سلايدز أوكي في حاجة اسمها The YouTube Experiment هذا اليو عمريها اليوتيوب هذه القصة قصة القصة الأكسبرمنت هذه في البداية في عمليات أخرى لانتقال المادة الوراثية بين الخلايا البكتيرية أو السلالات البكتيرية زي الكونجيغيشن زي الترانسفورميشن عافية الكونجيغيشن اللي لازم يكون فيها لوب لازم يكون فيها physical contact بين الخلايا البكتيرية يعني ما المفروض يكون في حاجز بين الخلايا البكتيرية لما تصل عمليات الكونجيغيشن فهما إيش عملوا هنا بالصدفة البحثة جابوا لهذه التجربة تبع اليوتيوب جابوا اليوتيوب هنا وعملوا وحطوا فيه سلالة بكتيرية هنا استخدموا السلمونيلا انتريكا فجابوا نوعين من السلالات البكتيرية في واحدة من السلالات تكون بروتوتروفي هي سلالة قادرة على تصنيع مواد غذائية غير عضوية قادرة زي هنا موجود عندنا عندها هذه المادتين بس ما عندها اللي هنا وجابوا وحدة أخرى اسمها اوكسو تروفي غير قادرة على تصنيع هذه العناصر الغذائية بسبب طفرة جينية يعني جابوا وحدة سلالة عندها شي مو عند سلالة أخرى بعدين لما حملوا اليوتيوب هنا دخلوا هنا جابوا هنا فيلتر فيه فيلتر هذا ما يسمح للخلايا البكتيرية بتمر يعني قاسوا الحجم الخلية البكتيرية وجابوا فيلتر مرة أصغر بكثير بحيث ان الخلايا البكتيرية ما بتعبر هذا الفلتر بعدين اش عملوا كمان مو بس كده جابوا الديينيز وارينيز عشان حطوه في الميديا عشان لو حصل وطلع أي الحمض النووي أو المادة الوراثية طلعت في البيئة بيصير لها على طول ديجريديشن بالديينيز وارينيز ان ما بتنتقل ما بتعبر من الفلتر يعني حاولوا هنا بكل الطرق انه يقصوا جميع الاحتمالات انه المادة الوراثية تعبر بطريقة غير الكونجيجيشن اللي هو مثلا الفيزيكال كونتاكت اللي الخلايا البكتيرية لازم ترتبط في بعضها حاولوا يقفلوا كل هذه الخيارات وهم بيسووا هذه التجربة لاحظوا انه هذه العنصرين من هذه السلالة انتقلت هنا لما عملوا لما اخذوا السلالة وحطوها على البلايت البلايت لقوا فيه growth لهذه الاربع العناصر كلها شايفين هذه السلالة عندها العنصرين فقط اللي هنا بس اكتشفوا انه كمان حتى هذه العناصر نمت هنا في هذا الطبق فهنا جاء هنا جاء السؤال ما رجل نبس عشان اعمل ادمت للناس هنا جاء السؤال انه كيف انتقلت هذه العناصر من هذه السلالة الى هذه السلالة مع انه ما عندنا لا physical contact ما سمحنا البكتيرية انها تتصل ببعضها وكمان كان عندنا DNAs وRNAs بيعمل تكسير او تحطيم للمادة الوراثية لو خرجت بطريقة ما يعني في الميديا بعدين اكتشفوا انه كان في حاجة اسمها filterable agent فيه agents بيمر في عنصر بيمر خلال هذه الفلاتر ويكون اصغر بكثير من حجم البكتيريا ما كانوا يعافين وقتها ايش هو بس لاحقا اكتشفوا انه هذه السلالة كان موجود فيها البروفيج الانديماجي الخاص بالسلمونيلا كان موجود وقدر انه كان حلل هذه البكتيريا وقدر اخذ المادة جمع هذه العناصر الموجودة في البكتيريا وخرج ومر بالفلتر لأنه حجم البكتيروفيج حجم صغير صغير جداً أصدر من خلية البكتيرية وعبر خلال الفلتر وأصاب الخلايا اللي هنا ونقل لها المادة الوراثية فعشان كذا الخلايا السلالة البكتيرية المختلفة الأخرى اللي هنا قدرت أنها تحصل على هذه العناصر بدون أي physical contact فعمل إيش عملوا بعدين؟ قالوا لأ خلونا نصغر الفلتر كمان شوياً نشوف أنه لسه وقته ما عرفوا أنه البكتيروفيج على فكرة هو كان السبب فقاموا صغروا كمان فتحات الفلتر البورس صغرواها زيادة وظل كمان طلعت نفس النتيجة لأن الفيج قدر أنه يعبر وبعدها قالوا أنه يا جماعة البكتيروفيجز اللي احنا بنستخدمها الفيروسات البكتيرية في السلالات البكتيرية لها قدرة على تبادل المادة الوراثية بين بعضها البعض بدون أي physical contact وبدون أن يصير لها أي تحطيم بالDNA أو الRNA ليش ما تحطمت بالDNA أو الRNA عشانها كانت جوات الكابسة جوات الرأس حقها الفيج لو كانت الترانسفورميش البلازميد فوركسامبل أنه كان ممكن تحطم بسبب هذه المواد الكيميائية قالوا يا جماعة فيه احنا عرفين الكونجيكيشن احنا عرفين ترانسفورميشن فمعناته فيه شيء ثالث احنا ما احنا عرفين عنه وكتشفوا بعدين أنه هو فيجس وأنه لها القدرة على نقل المادة الوراثية من مكان من سلالة إلى سلالة أخرى في أي أسئلة؟ بس لنشفت نوفيكيشن وبهذه الطريقة هم اكتشفوا مصادفة أن الفيج اللي هم يشتغلوا عليه اللي هم أربعين سنة للعلاج أنه أصلا قادر على نقل المادة الوراثية بين سلالات البكتيرية وسموا هذه العملية ترانسكشن معناتها الليدينج أكروس عشان بيميزوها عن الكونجيكيشن وعن الترانسفورميشن طيب هل انتهى الموضوع هنا؟ لا الموضوع ما انتهى هنا فيه تتمى للموضوع كمان قالوا أن اللي حصل كان جنراليز الترانسكشن لأن البكتيروفيج كان للقدرة أنه بيعمل هذا اللي بالأحمر هذا الحمض النوي تبع البكتيروفيج وهنا عندنا الكروموزوم تبع الخلية البكتيرية هما قالوا أن الفيج أصبحت عنده القدرة أنه ينقل أجزاء من الكروموزوم البكتيري من سلالة بكتيرية إلى أخرى وهذا اللي ظهر عندنا لما نقل العناصر والجينات من سلالة إلى أخرى بس بعدين نشوف هنا زي ما في الصورة في الجنرالي وأطلقوا على هذه العملية وهي اللي بيستخدموها للتلاعب الجيني وهي اللي بيستخدموها من وقتها ترى بدأوا يستخدموها للتلاعب الجيني بدأوا يستخدموها في نقل الميوتيشنز من سلالة إلى أخرى نقل الجينات المقاومة والمضادات الحيوية صاروا يستخدموها خلاص صارت ممارسة تامة معروفة بشكل كبير ومنتشر في اللابات بدأ من نحط الطفرة نسوي طفرة في هذه السلالة ونسوي طفرة في هذه السلالة خلاص نسويها في سلالة واحدة نعمل لها انفكشن بالفيج الفيج يعمل لها باكجينج بعدا ينقلها للسلالة الأخرى وخلاص وصلى الله وبارك صار عندنا الطفرة هنا وهنا وهنا ولكن الحاجة لازم نعرفها في موضوع الجنراليز ترانسكشن أنه حتى مع تكوين الفيج للجزيئات الخاصة داخل الخلية البكتيرية أنه عدد الجزيئات التي تكون ناقلة لمادة الوراثية الخاصة بالبكتيريا تكون واحدة واحد جزيئ فيج مقارنة يكون يعني عندي واحد جزيئ فيج وسبعمية جزيئ فيج حامل لمادة الوراثية الخاصة بالفيج نفسه يعني فهنا النسبة تكون قليلة شوي مو عالية ولكن بينقل هو طيب بعدها بسنتين هم نفس اللاب ايش عملوا عجبتهم الشغلة صاروا قالوا يلا دا حين احنا عملناها على السلمونيلا والسلمونيلا فيها الفيج البي تو تو والبي تو تو ترى من الفيجس اللي مرة مشهورة بيكثر استخدامها في اللابات يعني بعدين اجابوا قالوا خلينا نجيب الإيكولاي ونجيب اللامده فيج وهذا من أشهر نواع الفيجس الموجودة عندنا كمان على الساحة العلمية فقال خلينا نشوف هل اللامده فيج وعنده القدرة كمان أن ينقل ولا ما ينقل المادة الوراثية فهنا سلايد عندكم كلها أحسها كده مرة ومليانة معلومات بس أقول لكم ركزوا معايا بس على الموز هنا الجينوم حق الحمضة النووي السيركولر حق الفيج وهذا التبع الكرموزوم حق البكتيريا لما يجي هنا وبيعمل وبيرتبط وبيندمج مع الكرموزوم تبع البكتيريا بيكون هنا عندنا في جين هذا جين نوع من أنواع الجينات الموجودة في الإيكولاي وهذا صار عندي الجينوم تبع الفيج نفسه هذا صار الإنتيجريشن لما يصير لما يصير الفيج خلاص يبغى يطلع من البكتيريا خلاص أنه صار أي ظرف من الظروف جار مضاد حيوي ارتفع الدرجة الحرارة ولا يوفي لايت ولا هو سكونتينيس اللي قرر أنه يطلع بشكل تلقائي لما يطلع اكتشفوا أنه في هذا الفيج اللامدا فيج أنه هو طالع بياخذ معه الجين اللي هنا يعرفين ياخذ يبيعمل بكتيرجينج من هنا ويمشي يمشي 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 وبعدين يوقف هنا لأنه الرأس حق الفيج بيشيل عدد محدد طول معين للمادة الوراثية ما ياخذ بشكل عشوائي لا ممكن أقدر أشيل 45 ألف كي كي بي فاكتشفوا أنه هنا الفيج شال للجين عفوا فاكتشفوا أن الفيج هنا شال للجين اللي كان جنبه وترك جزء من مادة الوراثية في الكرموزوم تبع البكتيريا زي ما أنتم شايفين هنا بعدين لما يروح يندمج مرة ثانية يطلع هو بيطلع بجزء كامل متكامل وبعدين يرجع يتصل بالمستقبلات البكتيرية الثانية وبيرجع يندمج مرة ثانية طريقة اندماجه بيجيب هذا الجين فجاب الكرموزوم تبعه وجاب الجين حقه كمان بس هنا في مشكلة تصير اكتشفوا أن اللامدة فيج دائماً بيجمع الجينات اللي تكون قريبة منه قريبة من الجين محقه ما ياخذ أي واحدة من البكتيريا فعشان كله سموه لأنه بياخذ الشيء القريب من الجين محقه بس هنا في مشكلة طبعاً طبعاً في مشاكل كثيرة تصير هنا لما الفيج يطلع من هنا تارك جزء منه وشايل جزء من البكتيريا يطلع في مشكلة ما يقدر يكمل العملية كلها حقاً العدوى والإصابة والإنتيجريشن بعدين يطلع ويحل المرة الثانية فعشان كذا هذا النوع من الفيجس يحتاج وجود بروفيج غيره جوات الخرية البكتيرية عشان يقدر يكمل الفيجس تكون ناقصة أصلاً لأنها فقدت جزء منها ممكن يكون هذا الجزء هو اللي بينهي عملية العدوى بشكل تام يعني يحتاج الفيج بس هذه اللتل جينز الموجودة هنا عشان بس يحلل البكتيريا بس فقدها في الخرية البكتيرية الأخرى عشان بس يشيل الجين هذا فاكتشفوا هذه أصلاً كمان وحدة من عمليات الفيج الترانسكشن اللي نقل الجين أنتم شايفين الجين بوزيتف نقل هذا الجين من الخلية البكتيرية اللي موجود فيها هذا الجين إلى خلية بكتيرية أخرى غير موجودة فيها هذا الجين ونعتبر من العمليات اللي إحنا ما نفضلها كثير يعني ما نستخدمها نستخدمها أكثر شيء لأنه يعني احتمالية أنه نقل المادة الورثية اللي إحنا نبغاه تكون أعلى بس إحنا وعين إنها موجودة بس ما بنستخدمها ما بنستخدمها يعني مش أور فيفورت مو العملية المفضلة بالنسبة لنا طيب يقول يعني ممكن نستخدم لحل المشاكل الورثية المشاكل الورثية زي إيش زي إيش نوال التعديل الجيني يعني ممكن هذا الفكر ممكن نستخدم التعديل الجيني الحجات شوف أنا أنا متع مقت كثير في هذا الموضوع بس أنا في واحدة من الشياء اللي لازم نعرف ضروري مهمة جدا فكرة استخدام الفيج لأي تجربة لأي نقل للجينات الورثية لأي نقل للجينات المضادات الحيوية أنت ما تنقل فقط اللي أنت تبغى تنقله أنت قاعد تقدم الفيج كمان لهذه الخلية البكتيرية يعني مثلا لو أنا أنت بتصيب الخلية البكتيرية بهذا الفيج كمان يعني لما أنت بتنقل المادة الوراثية ولا بتنقل الطفرات ولا بتحاول أنك تحل المشكلة عن طريق استخدام الفيج أنت أيضا بتعطي الطرف الآخر الفيج نفسه كمان بتعطيه مجال أنه يندمج وما تعرف فيه المشاكل الأخرى اللي ممكن يجيبها الفيج معاه فإذا كان فيه يعني طريقة معينة أن الفيج يعمل للمادة الوراثية بدون ما يسوي أي مشاكل أخرى أي نعم ممكن نستخدمه لكن نحن لازم نخلي في الحسبان أن وجود الفيج يسبب مشكلة وهذه واحدة من الأشياء اللي إن شاء الله قريب سننشر هذه الورقة أنه اكتشفنا أن الناس كثير بسبب استخدام الفيج لنقل الطفرات والجينات المقاومة من المضادات الحيوية بين السلالات اكتشفنا أن الفيج أصلا يندمج وبسبب تغيير في التعبير الجيني وأيضا في الفينوتيب في الجينوتيب والفينوتيب تبع الخرية البكتيرية وهم يعتقدون أن الفينوتيب مثلا النمط الظاهري تغير عشان في ميوتيشن إحنا جينا قلنا لا ما تغير عشان في ميوتيشن تغير عشان اندمج مع كروموزوم الخرية البكتيرية وصوى لكل الجينوم فعطل وشغل وزي كذا فإن شاء الله هذه واحدة من الأوراق التي ننشرها قريب وحشارككم المتدولوجي تباحة زي ما اتفقنا مع الدكتور محمد نوريكم كيف بتطلع الفيج الموجودة في الجينوم تبع البكتيريا عن طريق البيومتوماتكس وكمان دائما لازم نكون وعين لهذه المشكلة إذا استخدمنا الفيج لنقل أي شيء لازم نحق بالإعتبار إنه إحنا كمان بنقدم الفيج بنعطي هذا الطرف الآخر الفيج إنه يندمج أو يغير شيء في التعبير الجيني للخير البكتيري طيب بس بشكل سريع كمان بتشوفوا داخل تفضل طيب إحنا دائما سبحان الله نتكلم الفيج له فوائد كتير طيب لما نقول إحنا فوائدة وليش إحنا ندرس البكتيري الفيج اللي يكتب البكتيريا نقوله كيف نستعلمه كعلاج بديل المباطنة الحيرية طيب هذا اللي كلنا نعرفه طيب ليش ندرس هذه الترانسدكشن ليش ندرسها ليش مهتمين بيها ليش الدكتور أحلام أربعة سنين أو أكثر يمكن مهتم بدا الموضوع ليش اللاب اللي عندكم مشغالين فيه تقريبا ما أظن أقلم مشغالين على المضادات الحيوية بتنتقل من مكان لمكان ولو عرفنا هذا الشي هذا أحد الأسباب ولو عرفنا هذا الشي كيف لو عرفنا السبب نعرف نوقفه بعد كده ممكن نوقفه عن طريق بطريق بطريق بردو نوقف عن طريق حاجات أخرى تانية نقفل في حاجات تانية استخدم التقني من ناحية السؤال حد للخت نوال بردو إنه هل ممكن نستخدم هذا الشي طبعا ممكن كيف خلينا نقول ما هو وراثيين وراثيين بس بشكل غير مباشي خلينا نقول في حالات إيصال الدواء طيب نقدر نهندس البكتير فيش نحط عليه بعض البرتينات أو الجينات المسؤولة عن برتيم معين حيطلع لأنه هذا البرتيم هو الدواء اللي ما نوصله للخلية المصابة للخلية المفايسة لقونا من لجوتها الفيروس طيب نعمل انجنير الهندسة البكتيرفيج بحس نظيف هذه الوصلة أو القطعة الدواء بحس توصل للخلية طبعا كله بهندسة معينة بحيث هو البكتيرفيج أصلا المفروض الذي لا يمسك خلية إنسانية لكن بهندسة معينة الله و بهندسة معينة تقل جوص للدلف الدخل الخلية إنسانية بحيث أنه يكون ний يكون billion الغ產 ثانية أو في الأدوية الثانية خلينا نقول الخلية الثالثية والخلية الثالثية والخلية السرطانية فاللي بيحصل الكيمو الثالثية حاليا إنه بيكتو كل شيء طيب كل الخلية الموجودة من هذا النوع يلا كلها بنو لكن بديد طيقة نروح للخلية معينة بيهنسة بكتير فهذه كلها أشياء تفيدنا ليش كيف نقدر نأخذ بكتير فيج لحاجات أبعد من بس اكتو البكتير نفس النقطة اللي علاقة عليها على موضوع الكيمو ثرابي وإنه بيكتل جميع الخلايا كمان المضاد الحيوي اللي انتو بتاخدوه بيكتل الفلورة الطبيعية البكتيريا النافعة الموجودة فهم واحدة من الأشياء اللي تكلموا فيها عن ميزة استخدام الفيش كعلاج إنه الخصوصية حقته العالية الخصوصية حقته عالية إنه يروح على طول للتارجت معين للبكتيريا اللي هو الخاصة به يعني في تارجتنج للفيجز فأتوقع نوالي اللي سألت تخصصها كانسر إذا ما أنا غلطانة يمكن عشان كده سألت بس أعمل لكم طيب ريكاب سريع زي ما قلنا أنه زي ما انتم شايفين جوات الكابسيت تبع الفيج بتشوفوا اللي بالأحمر هذا الجزء الخاص بالفيج واللي بالأزرق هو الكرموزوم تبع الخلية البكتيرية طيب هل هو هذا الشي بس يعني جنراليز ترانزكشن وسبشيلايز ترانزكشن لا في حاجة اسمها لترال ترانزكشن في حاجة اسمها أوتو ترانزكشن وفي أشياء كثيرة بيستخدموا حتى سبيشيلايز ترانزكشن له أشكال أخرى وإن شاء الله كمان لما تطلع رسالة حقتي حنوريكم شكل جديد من أشكال السبيشيلايز ترانزكشن اللي طلعناها عندنا في اللاب ولكن الهوم ميسج اللي أنا بغل أقولها لكم هنا طالما الاكتشافات تستمر وعلى حسب البكتيريا اللي بنشتغل فيها الفيج الحلو في علم البكتيروفيج أنه بيعتمد على حسب البكتيريا اللي بتشتغل فيها يعني أنا بشتغل على وما خلصنا في ناس على الإيكولاي وما شاء الله بيطلعوا في ناس على وبيطلعوا موضوع البيولوجي حق البكتيروفيج هو وحدة من البكتيروفيج وعلاقته بالعائل هي وحدة من الفنديمنتل والأساسيات اللي إحنا لازم يعرفها ونفهمها قبل ما ننتقل إلى محلة التطبيقات الخاصة بالبكتيروفيج أول ما نعرف هذه الأساسيات حيصل علينا الوصول للتطبيقات وكمان استخدام هذه التطبيقات بفعالية عالية عشان ما نروح إحنا نستخدم الفيج كعلاج وإحنا ما عرفنا الفنديمنتل حقه وعلاقته بالعائل وعلاقته بجسم الإنسان واستجابة الجهاز المناعي لجسم الإنسان ردت الفعل المناعي مع الفيج ونروح على طول للتطبيق وبعدين نلاقي نفسنا أن النتائج تكون ضعيفة ولا ما كانت قوية ولا حتى ما كان في أي نتائج أو فشلت وفي أسوأ الأحوال ممكن بيعطينا نتائج عكسية بس لما نبدأ نفهم هذه الفنديمنتل والأساسيات إحنا نعرف إحنا واقفين فين وإحنا نبني على إيه فمعرفة الترانسكشن هذه واحدة من الأشياء اللي مره مهمة وهو تعتبر من أهم البيولوجيز الخاصة بالبكتيروفيج هذه السلايد إحنا وريتكم هي قبل تكلمنا عنها بس آخر شيء هذه كمان واحدة من الفيجرز اللي أنا مرحب بها اللي هي التايم لاين الهايلايات للديفلوبمنت للفيجز as a potential therapy therapeutic agent for bacterial infection من وقت اكتشاف البكتيروفيج وتم استخدامه للعلاج هنشوفوا كمان تطور شركات الصيدرة في أمريكا سوقت لمنتجات الفيج كمان تأسس محاة جورج جورج إلاي إلافا للبكتيروفيج هذا واحدة من أشهر المعاهد الخاصة بالبكتيروفيج بعدين بدأوا بدراسة المشاكل المتعلقة بمنتجات البكتيروفيج اللي هو الانزيمات اللي بيستخدمها الانزيمات المحللة بعدين خلال جائحة كوليرا نجاح العلاج بالبكتيروفيج وحيننا بنتكلم كمان خلال جائحة كورونا استخدام العلاج بالبكتيروفيج لأنه أغلب المرضى اللي مصابين بكورونا في الـ IC units كانوا بيموتوا بسبب العدوى البكتيرية الثانوية اللي تكون مقاومة لمضادات الحيوية فالـ FDA الأمريكي سمح بإدخال العلاج بالبكتيروفيج لعلاج المرضى في العناية المركزة اللي يكونوا توفوا بسبب ما توفوا بسبب كورونا توفوا بسبب العدوى البكتيرية بعدين اكتشاف المضادات الحيوية اللي غطت على العلاج بالبكتيروفيج بس بعدين لما بدأ هنا أبغاكم تلاحظون معايا حاجة هنا كمان نرجع للموضوع الملاحظة قبل اكتشاف عملية الترانسكشن كانوا بيستخدموا المنتجات البكتيروفيج وعلاج البكتيروفيج بعد اكتشاف الترانسكشن ومعرفة البيولوجيا تبع الفيج أكثر بدأت عندنا التجارب السريرية بدأ عندنا نشوف الفعالية بدأ أن يعطوا جهد أكبر تمويل أكثر تركيز أكبر على موضوع الفيج عشان يعرفوا البيولوجيا تبع الفيج لأنه أكيد مرت عليهم ترايلز وحالات استعصى العلاج ولا فشل فيها العلاج فممكن يكون هذه بس الوراق العلمية اللي قدموه عن الترانسكشن والبيولوجيا تبع الفيج وعلاقته بالعائل ساعدتهم حتى أنهم يلاقوا طرق أخرى أنهم يطوروا فيها طب إحنا لسه نبغى نستخدم الفيج كعلاج بس كيف نتفادة هذه الأثار المتعلقة بالبيولوجيا تبع الفيج وتكافل مع البكتيريا الظروف الأخرى الظروف المحيطة إحنا نكلمكم اليوم عن الترانسكشن بس بس في أشياء أخرى كمان عوامل أخرى تحيط بهذا الفكرة فعملوا دراسات عديدة لإثبات الفعالية للعلاج بكتير الفيج ونماذج دراسية دوائية طبعا الصيدة لتلعب دور كبير في هذا الموضوع والتكنولوجيا الحيوية كمان دخلت في الموضوع ودراسات النموذجية ودراسة دور الفيج والمناعة الذاتية وهذا سيكون عنوان لقاءنا الجاي إن شاء الله اسفع الجاي وبعدين نتجارب السريرية للعلاج في حالة مرضى الحروق مع جروح مصابة من المعين من البكتيريا اللي هي توقع على ستاف أوريوس وصدمونا سيروجينوسا وهذه واحدة من أشهر الحالات السريرية اللي جربوا فيها العلاج بالبكتيروفيج بعدين بدأنا نتطور أكثر ونعمل دراسات تفصيلية لعلاج نعمل البكتيريا المقاومة من المضادات الحيوية البكتيروفيج وبعدين أشهر ورقة علمية اللي احنا تكلمنا عنها كما نفحدها من خلقاتنا كان عندها عملية نقل للرئة وكان استعصى أن تتم هذه العملية بسبب إصابتها ببكتيريا مقاومة من المضادات الحيوية بس دخلوا موضوع البكتيروفيج والحمد لله تم نقل الرئة لها وأنها تعافت حتى ما كان فيها أي أعراض جانبية شديدة في هذا الموضوع كمان تكلمنا فيها في واحدة من حلقاتنا تلاقوها على اليوتيوب القناة حقتنا وبكذا بس عشان أختم بشكل بسيط حقول لكم استخدامات الترانسكشن هما لما عرفوا موضوع الترانسكشن والفيج بيولوجي دي الأشياء فبدأوا استخدموا في آملوا آداف المعمل لنقل الجينات والطفارات بين السلالات البكتيرية وكمان نقل الجينات المقاومة للمضادات الحيوية بين السلالات البكتيرية في حالة تعرض للمضادات الحيوية بيستخدمها الفيج كمان كآداة نجاح وسيرفايفل قلت لكم في البداية إنهم همش قالوا إنها أن عملية الباكيجينج تمت بالخطأ إنه الفيج هل مفروض يشيل الحمض النوعي حقه ماشي الحق البكتيرية هذا خطأ مكتوب في الأوراق العلمية من وقت اكتشاف الترانسكشن إلى وقت قريب كل الأوراق العلمية باي مستيك باي مستيك باي مستيك and it's an error it's an error في الكتب اللي يتدرس في него جامعات it's an error it's by mistake في 2018 أو 2019 2018 2017 2017 اللاب حقنا الحمد لله طلعنا ورقة علمية تكلمنا فيها أنه هي عملية تطورية تكيفية بين الفيج والبكتيريا لحماية البكتيريا وحماية الفيج وهي عملية لا تحدث في الخطأ أبدا وذكرنا كل الأسباب وذكرنا ليش هذا الشيء تم وشرحناها كمان في واحدة من حلقاتنا على اليوتيوب كمان قبل توقع سبعين وثلاثة فطلع موضوع تقريبا 40 سنة ويقال أن الفيج بيعملت المفترض الآن تبدأ تتغير الكتب العلمية إلى أنها عملية تطورية تكيفية وليست وليس بالخطأ والسبب اللي خل الناس يسميها بالخطأ لأن الاهتمام بدراسات علوم البكتيريا وفيج كانت متواضعة جدا في السنوات الأخيرة وبدأت تزدهر فقط في العشر سنوات الأخيرة بسبب الظهور البكتيرية مقامة وضادات الحيوية وأنا حوقف هنا خلاص لأنه لو بدأت أتكلم ويمكن أخذ الليلة كلها وأنا أحكيكم عن البكتيريوفيج وعلى الترانزاكشن وعلى كل حاجة وعلى أخذ البكتيريا عشان هذا الشيء مرة أحبهم كذا أنا أخذ المحاضرة الدكتور محمد إذا عندك أي شيء تحب تضيفه إنه خلاص لازم أنا أسكت حين وفي سؤال بصراحة فيه من الأسئلة هل ممكن نغلف البكتيريوفيج باستخدام مثل النانو بارتيكولز لعلاج البكتيري المقاومة عندك ما عندي خبر لا ما عندي خبر أنا ممكن حاجة قيبة منها اشتغلني عليها في المعمل أو زميل يشتغل عليها في المعمل كان يغلف الفيج بحاجة يسمى كوانتوم دوتس وكان لونها جرينز برضو كان يشتغل مع التعاون باسم الفيزيا مع النانو التكنولوجيا عندنا فإذا كانت هذه نفس الفكرة فممكن تكون الإجابة بنائها لكن بالتحديد هل هو الـ Green Synthesis بصراحة ما قيد اشترك عليه أو ممكن أنا ما اطلعت ممكن فيها وراق عدمية قالت هذا الشيء وسألا ما اطلعت شخصيا لكن حاجة قيبة منها ايو كنا نشوفها كان كان اشرح لأنه هذي حاجة من النانو وحاجة نانو بارتيكولز بحيث أنه تتغلف البكتيريوفيج وبيماكن معينة حين سوالا هندسة بحيث أنه مثلا تتغلف بس الفيبرز أو الدل حق البكتيريوفيج بس ما يكون على على رأس نفسه وفيه ممكن يسوي الحطة الطيقة هذي فما هي ما هو شيء إن شاء الله غيب نعم أنا متأكد أنه موجود لأنه التطبيقات البايو تيكنولوجي خاصة بالبكتيريوفيج فيه تطبيقات كثيرة بس لأنه مو من ضمن دراستنا حاليا محيط الدراسة حقنا بس يبغل أن نطلع شوي من المحيط الدراسة ونبحث عن الأشياء في موضوع هذه التطبيقات ونجيبها كمان نعمل نعمل محاضرة عنه أنا متأكد أنه نلاقي أشياء رهيبة بالضبط والكلام اللي قلتيه زي دورة الحياة والترنسدكشن اللي بيسهي والانتقاء بين الليتك واللازيجينيك هذا كله بيأثر على البكتيريوفيج في مكان الفترسيبية معينة في التربة أي ولو نروحنا كمان للتربة مثلا ولو أثر البكتيريوفيج زاد أو نقص فبالتالي بيأثر على وجود البكتيريا في المكان بيزيدوا بينقص زادت البكتيريا ونقصت بتأثر على المرضية المرض المسبب اللي تسبب له البكتيريا فتلاقي المرض بشكل عام بيزيد في هذه المنطقة وينقص في واحدة الأوراق العلمية مرة أحبت صراحة أول شيء عشان المشرف حقي أحد المشرفين اللي عندي هو اللي ألف الكاتبة فكانوا لقوا في تايلند في مزارع الروز مثلا لقوا فيه في مواسل معينة بيزيد المرض من المرض معينة كده مرتبط بكتيريا بكتيريا اسمها بركلديريا ثالينديانس وحاجة زي كده فلما انت يزيد في أوقات معينة مهم فاكتشفوا ليش وبيفكروا سبحالله ليش المرض بيزيد فترة معينة أو العدوى بيزيد فترة معينة وبيتقيل فترة تانية أو في جو معينة للقواوا ان البكتيري заб 3 الموجود هناك بيكون ليتك في درجة حرارة 37 ليتك بيكترى البكتيريا لكن jutro لما تجل درجة حرارة 25 عن الشيء بتتحول إلى ليزوجينيك طيب فلما اكترى البكتيريا لما يكون ليزوجينيك مايكون ممرد لما يكون ليتك يمرد فيقول لك لما يكون ليتك بيكترى البكتيريا بس في البكتيرية الموجودة أيش بيزي فيها بتسبب المرضيات لمن الموجودين معين هذه الكياه بتسير على مدهر اليوم 37 في النهار وفي الليل اش بيسير في الليل بيبرد الجو زي ما احنا في مكة مزارها في اي مكان تلاقي الجو حار في النهار تجي في المساعة بتلاقيها بتنزل بتنزل الى 30 حار زيكي لكن هناك على حسب المواسم معينة بتوصل الى 37 خاصة التربة اذا كانت تحت الموية مع مزارع الرز تتغلب التربة بشكل مستمع حتى فتك عندهم في المعمل جابوا كده صوانة كبيرة فيها تراب لانه المزارع عادي كانت في تايلند وحنا كنا في بريطانيا فجابوا تراب كده وجابوه خصيصا من تايلند كانوا الناس اللي بيشتغل على البروجيكت هذا كانوا يقلبوا التراب من فوق تحته وشوفوا الفيج فوق البكتيريا تحته هلين طلعوا بالفرضية هذي؟ شوف سبحانه الفيج يتحكم بامراضية او نقل العدوى ووجود العدوى في هذا المكان بسبب كثيرة الفيجة ونقصه بسبب تغيير في دورة الحياة هذه بسبب التمبرات فيجة والليزينة هذا جزء كبير من رسالتي هنا في الدكتورة المرة الجاية ان شاء الله أنا ماسكا نفسي لأتكلم عن الموضوع التمبرات فيجة والامراضية في المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن الأمراض اللي يتسبب فيها البكتيروفيج بمجرد خروجه من البكتيريا في أوساط مثل الـ gut microbiota في أمعاء الإنسان مثلا مجرد أخذ من المضادات الحيوية البكتيروفيج الموجودة في الإنسان فما حتكلم عن الموضوع لأنه إذا بدأت ما حسكت ولكن إن شاء الله حيكون عندنا لقاء إن شاء الله في ماي أو بعد ماي إن شاء الله نتكلم عن هذه الأشياء بشكل أوسع وزي ما عملت رتويت لدكتور محمد الوحدة من الـ review papers تتكلم عن الأمراض الموجودة في جسم الإنسان وعلاقة البكتيروفيج وهذه الأشياء وطبيعة الأكل حقنا نحن كيف تأثر على الـ population حقية البكتيروفيج في جسم الإنسان فهي أشياء مرة رهيبة كذا حماسية إن شاء الله مرة مرة نفس أنا مرة متحمس أحكيكم واضح مني ما أبغى أسكت دحين بس لازم نقفل ونختم أول شي أنا أبغى أقول شكرا لكم جميع أنكم جايين ترا مرة مبسطت عليكم أنا عارف أن في نسك دخلوا وخرجوا بس إن شاء الله يعرفوا أني أنا أبسطت عليهم إنما يسمع التسجيل شكرا دكتور محمد دائما الحوار معنا جميل الممتع ومفيد ودائما بتثري معنا وشكرا لك فرو بيعني معنا في هذه السيريز السبوع الجاي حيكون عندنا البكتيروفيج والاستجابة المناعية لجسم الإنسان وهذه من أكثر الأسئلة اللي بننسألها دائما كل مرة نفتح الحلقات يجينا هذا السؤال فدكتور محمد متخصص في هذا الموضوع إن شاء الله ونتكلم أكثر دكتور محمد حر تقول شي قبل أن نقفل نعم شكرا لكم والله أعطيكم العافية وشكرا لكم للحضر شكرا للغادرة كمان وشكرا لكم على الأسئلة ولو في أي أسئلة كمان تعالوا على تويتر خاصة في تويتر في حساب رسالة البكتيرية كمان في تويتر تكتب تعليقات في اليوتيوب في أي مكان نحن موجودين أي شيء يتبغوا بس اكتبوا لنا من عيوننا إن شاء الله نجولكم على هذه الأسئلة لأنه نحب العلم ونحب نشرع العلم ورمضان مبارك والله يبارك لكم في أوقاتكم ويبارك لكم في لحظاتكم ويعطيكم أجر حضوركم هذه الساعة إن شاء الله أننا علم نافع بإذن الله والله يكتب لنا الأجر وإياكم ورمضان مبارك لكم جميعاً ويلا شدوا حيلكم من دحيني لآخر رمضان عشان ننبسوط بالعيد كمان السلام عليكم نحن 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 نح